إذن مشاهدين الكرام نفتح باب النقاش هنا في الأستوديو للحديث عن عودة المساجد طبعا اليوم والعينة كما كنتم تتابعون من ولاية سكيك دعا على بركة الله نحكي على حياة التدريجية التي عادت لكن قبل ذلك نحكي أيضا على الاستعدادات لهذا اليوم السعيد خلينا نقول يوم سعيد لعودة المساجد وللنقاش في هذا الموضوع أسعد باستضافة الشيخ يحيى صاري إمام مسجد الأبرار بالوزرعة وأيضا عضو اللجنة الوزرية للفتوى صباحك سعيد مرحبا نهلا وسهلا بك شكرا لك على تلبية الدعوة كما أيضا يكون معي عبر الهاتف الطبيب العام والبحث في الصحة العمومية الأستاذ دكتور محمد كواش عبر خدمة سكايب صباحك سعيد شكرا لك على تلبية الدعوة محمد نور أخيرية تحية لك وتحيل بيش شكرا لك البداية ستكون مع شيخنا يحيى صاري نحكيه على اليوم يوم السبت يوم رح يكون أكيد ولابد نقول أنه يوم سعيد بالنسبة للجزيريين لأنه شفناهم على شغف وعلى لهفة لإعادة فتح بيوت الله من أجل تدية الصلاة الخمس فيها لكن هناك الضوابط حسب ما تم الإعلان عنه أنه صلوات الخمس بإجراءات الوقاية ما عدا صلاة الجمعة شيخ كيف كان الاستعداد لهذا اليوم اليوم السبت وهل فعلا أنا مستعدين في المساجد بالنسبة لإجراءات الوقاية إلى غير ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم هذا اليوم تلافتتاح المساجد بعد أكثر من خمسة أشهر من الغلق بلاش كأن الكثير والكثير من الجزائريين راهم في شوق شديد حتى يعودوا إلى تلك البقاع الطاهرة المقدسة الروحانية التي يجدون فيها الزاد الروحي وأنا أعرف أن الكثير من الناس يعني عودتهم للمساجد لهم في ذلك اعتقاد أن العودة للمساجد من أسبابي يعني رفع هذا البلاء كما يقول كثير من عامة الناس يقول لك يعني لما نروح المسجد وندعو الله عز وجل ونلتقي هكذا يعتقد الكثير من الناس وهو يعني ليس خطأ لأن الاجتماع رحمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ما الناس صلاتهم في المساجد رغم لقاءاتهم عبر وسائل التواصل ولكن اللقاء المسجدي له يعني له أسراره له يعني روحانيته له خصائصه الإيمانية الاجتماعية الإخلاقية الأخوية ولكن هذه العودة ليست كما كان الناس من قبل عودة لها طريقة جديدة في الحياة تدابير في الصلاة الجديدة لم يعهدها الناس من قبل وإن كان قد تعودوا عليها خلال هذه الخمسة أشهر في حياتهم الاجتماعية لكن المسجد هي الآن أنا أمس ونحن يعني نقيم عملية العودة والاستعدادات فننظر إلى هذه الصفوف المتباعدة ننظر إلى هذه المداخل المحددة المخارج المسجد ففعلا شيء جديد موش سهل يعني من الناس أن يتقبلوا هذه الصلاة بهذه الكيفية ولكن يتقبلونها لسبب وحيد وهو طاعة لله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بالاحتراز والوقاية كما جاء في نصوص الشريعة الإسلامية هو كما أطاع الله عز وجل في أن يرس الصفوف ويضع القدم بالقدم يطيع الله عز وجل في التباعد وابتعاد الصفوف طاعة لله عز وجل وكما يقال عند أهل العلم نفر من قدر الله إلى قدر الله نفر من قدر الله لهو العدوى والمرض والوباء إلى قدر أحب إلى الله وهو يعني الابتعاد هذا قدر أحب إلى الله عز وجل المسلم يفر من قدر الله لهو الوباء قدر الله عز وجل لكن الأحب إلى الله ما هو هو الابتعاد فهو يفير من قدر إلى قدر هذا مفهوم الشريعة الإسلامية ليس هناك الحتمية كما يقال الحتمية القدرية التي الإنسان هذا يستسلم لها استسلاما كليا بحيث يقع في موقع الانتحار لا الشريعة الإسلامية تقول هذا قدر فر إلى قدر أفضل منه كما جاء في نصوص الشريعة ولهذا أنبه إلى أن بعض الناس ربما عن طريق هذه الجرأة في الفتوى وهذه الطرق المستعملة الآن عند عامة الناس في استنباط الأحكام الشرعية من النصوص وهذا خطأ ليس كل إنسان يجيب النصد على الحديث ويقول هذا الحكم الظاهر كما ليس كل إنسان طبيب وليس كل إنسان صيدلي حتى الطيب له تخصصاته الطبيب يكتب الوصفة والصيدلي يمد الدواء فلهذا أنصح الناس الذين نقرأوا من خلال رصدنا لردود بعد الفعل في قضية التباعد نجد بعض الناس يقول هذه الصلاة باطلة وهذه الصلاة محدثة وهذه ليست لها صيغة في الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمر بالتراص وصلت الصفوف ومن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله هذا ليس له متعلق بصناعة الفتوى صناعة الفتوى لا أهلها المريض يصلي قائدا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لماذا المريض يصلي على جنب هو راقد ويصلي لماذا لأنه طارأ على حياته طارأ جديد وعرض عليه عارج ومارض فكيف وهذا حالة خاصة به يدخل المسجد يقال في كرسي حالة خاصة فكيف إذا كانت حالة عامة وكيف إذا كان كذلك هذا الوباء لساعتنا هذه لا يعرف له علاج وعجز العالم اليوم لهذه الساعة عن إيجاد علاج حقيقي يعني يقضي على هذا المرض وإنما نسمع نسمع أن هناك لقاح وليس العلاج والعالم كله يدرك تماما أن علاج هذا الوباء هو الأخذ بالتدابير الاحترازية فقط ليس هناك لا لقاح ولا إبرة ولا حبوب ولا شيء من هذا ولا عيادة خاصة بتعطيه أدوية وإنما العلاج الوحيد كل العالم يقول الأخذ بالتدابير الاحترازية فعلا وهذا هو الأساس كما يأخذ بالتدابير الاحترازية في الإدارات في الأسواق في الصيدليات في حياته اليومية يأخذ بهذه التدابير من باب أولى وهو يعبد الله سبحانه وتعالى والمسجد قدوة والمسجد قدوة بارك الله فيك وهذا المؤمل نحن نأمل أنا تكلمت هذا يعني من باب وجود بعض بعض هكذا الناس يعني يتكلموا ولكن أدركوا وأعلموا أن الناس عندما يأتون إلى المسجد وقد انقطعوا عنهم مدة أكثر من خمسة أشهر فلا شك أنهم سيحافظون على هذا الوجود لداخل المسجد وعلى العبادة بالطريقة الصحيحة الاحترازية الوقائية وهم أعلموا أن الناس سيحافظون على المسجد لماذا؟ لأن لو حافظنا نحن على هذه الطرق التدابير هذه الوقائية معنى ذلك أننا سنفسد سنفسد عوداتنا إلى المسجد فعلا سنقوم نحن بإفسادها وإفسادها ما معنى ذلك هو انتشار في العدوى من جديد والقائمون على إدارة هذه قزمة الكورونا القائمون عليه إذا شافوا الارتفاع سيغلقون المساجد وغير المساجد ولهذا أقدموا رسالة إلى أهل المساجد أن يكونهم القدوة القدوة وهم دائما في مقدمة النموذج الذي يقدم النموذج على الالتزام في بيوت الله سبحانه وتعالى جميل شيخنا قبل ما نحكيه من بعد على النصائح وأيضا النصائحكم منتما لتقدموها للمصلين والسيد المشاهدين أيضا وحتى للقائمين على المساجد خلينا نشوفوا أيضا من ناحية الطبية ونعود ونرجع لك باش تعطيني فيما بعد أرقام ربما خاصة بالمساجد في العاصمة إلى غير ذلك نذهب الآن مشاهدين إلى ضيفنا عبر تقنية السكايب الدكتور محمد كواش مرة أخرى صباحك سعيد دكتور اليوم نعرف أنه في فتح المساجد هناك أيضا فتح للمقاهي للمطاعم وأيضا فتح للشواطئ كل هذه الأماكن فيها عامل واحد مشترك اللي هو التجمع ولا الجماعة لكن مطلوب بعض الإجراءات ومطلوب صيغة لهذا التجمع وفق للإجراءات الوقاية كيف ترى اليوم هذه الخطوة دكتور اللي هي إعادة فتح الأماكن هذه اللي يكثر فيها عادة التجمعات شكرا أخير نقول فقط أن الإجراءات الجديدة لفتح البنية العبادة وفذلك العودة إلى الفنادق والشواطئ البحر والمنتزعات منتجعات السياحية يدخل حجر الصحي والعودة التدليجية للحياة العامة إذن الآن نحن أمام تحدي من خلال مطلب المواطن لبأس سنعود إلى الدكتور محمد كوش لأن هناك ربما خلل في الصوت لبأس أعود إلى الشيخي ثم نعود إلى الدكتور محمد كوش شيخنا إذا كانت تقدر تعطينا بالأرقام يعني عدد المساجد في العاصمة أو مساجد الملال الموجودة والتي تم السماح لها بتأدية الصلاوات نعم هي عدد المساجد على مستوى الوطني أربعلاف مسجد وهذا قدر يعني لا بأس به في العاصمة أربعوية وتسعة وعشرين مسجد وأغلب البلديات في العاصمة أو المقاطعات بالتقسيم الإدارة تعل وزارة الأوقاف أغلب المقاطعات يعني فتحوا فيها أعداد كبيرة من المسجد نجد مثلا في بزرعة ثلاثين مسجد نجد في مقاطعات باب الواد خمسة وعشرين مسجد فهناك الحمد لله المساجد أغلبها عادت الأغلبية إلا المصليات اللي راهي الآن مشروع مسجد يعني هذه لم تفتح اللي هي مشروع مسجد ما زال ما توفرج فيها يعني الشروط العودة فهي أغلقت أغلب الحمد لله المساجد فتحت الغالبية يعني نعم شيخنا أيضا نلقى أنت قلت مصليات يعني مشاريع مساجد لكن في بعض المساجد الصغيرة لقوا بعض أحياء فيها مساجد صغيرة نعم هل طبعا والشرط الموجود هو أنه على الأقل ألف يعني ألا ترى أنه هذه المساجد الصغيرة ربما تخفف شوية الضغط لأنه نعرف أنه مثلا في منطقة يكون هناك ضغط كبير على مسجد ألا تستعينون أنه ربما في الأيام القادمة بهذه المساجد الصغيرة نعم هو هذا لازم المواطن واحدة المسألة هامة جدا في نظري وهي أنه فتح تدريجي هو ليس الفتح النهائي على هذه الصورة ده فتح تدريجي والفتح التدريجي معناه هو عبارة عن جس النبط نعم وهو لا يمكن فتح الكلي هكذا بهذه الطريقة نحن رأي نعيشين في لازمنا في أزمة الوباء خلال صروف نهائيا وكل شيء يأتي بالتدريج جميل نعم شيخنا خلينا نعود ونرجع للدكتور حتى باش نعطيه حق أيضا للدكتور محمد كواش في هذه الصبيحة عودت ليك دكتور دكتور محمد كواش نفس السؤال يعني اليوم فتح كبير للمساجد للمطاعم للمنتزهات وحتى الشراطة كيف تقرأ أنت هذه الخطوة نعرف أن هذه الأماكن كلها هي أماكن للتجمعات أكيد شكرا أخي رياض نقول فإن الإجراءات الجديدة المطبطة بالعودة إلى أماكن العبادة وكذلك المنتجعات السياحية والفنادق والمقاهي يدخل في العودة التدريجية للحياة العامة إذن نقول وكذلك في رفع المعنوية لا ننسى بأن هناك مطلب نفسي اجتماعي روحاني بالنسبة للعودة إلى أماكن العبادة ونحن الآن في فترة فصل الصيف وفترة العوطر إذن كثير من الأهالي محتاجين إلى التنزه إلى التوجه إلى البحر وكما تكلمنا في عدة مناسبات أن الوقاية من كوفيد ديزناف تعتمد على الأكل الجيد والنوم الجيد والمعنوية المعطفعة إذن العودة إلى بيوت العبادة أو العودة إلى شواطئ البحر ترفع من معنوية المواطن وتكون كذلك عائل من عوامل مواجهة كوفيد ديزناف الجانب الروحي مهم جدا من خلال العودة إلى المساجد ونشكر فضيلة الشيخ لأنه نوه إلى نقاط كثيرة جدا ونذكر إخوانا المصلين لنقاط مهمة جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد في عدة مناسبات وأمرنا ونهانا في نفس الوقت النهى المصلي المصاب بالأمراض الجلدية أو التنفسية أو الأمراض المعدية أن يتوجه إلى المسجد لأنها فيها قطورة والمسلم ونسلم الناس من لسانه ويديه إذن نأكد على نقطة مهمة جدا الأشخاص المشبوهين لما موجودين في بوأر أو كان مصاب الأمر كوفيد ديزناف أو في أسرة فيها كوفيد ديزناف وكذلك نأكد على الأشخاص لأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص المسنين وما فيها خطورة عندما يتوجهون إلى المسجد فلا داعي في الفترة هذه الحساسة جدا دخول إلى المسجد يكون وفق ماقيس تعقيم قبل دخول إلى المسجد تعقيم اليد كذلك التباعد المكان داخل المسجد والامتناع عن لمس الأشياء الموجودة بالمسجد يعني تم سحب المصاحف الحجر الخاصة بالتيمم السبحات إلى آخر ونأكد على نقطة مهمة جدا بالنسبة للأطفال كذلك نرجو من الأهالي منع والآن الدولة أقرت بأنها تحت 15 سنة ممنوعين من التوجه إلى المسجد وما بفعل الحركة يتعوا والانفعال يتجورون داخل المسجد فيؤثرون إذن العودة إلى المسجد في فترة هذه يكون بشروط والعودة إلى الشواط يكون بشروط كما ذكرها فضية الشيخ إذا صح نحب الإسلام ونحب أن المسجد تفتح لكن نحفظوا على هذه النعمة التدريجية التي نراحل لها من خلال التباعد والالتزام بين الصائح لأننا نأكد لأننا سوف نرى بعض المشاكل وأنا أتأكد من ذلك وما يكون فيه رمارة فضل الإنصياع لأوامر الإمام أو للمشرفين على المسجد وقد تنجر بعده مشاكل سوف يتم بعدها غرق المسجد إذن وعي المواطن في الفترة القادمة مهم جدا نذكر كذلك بالنسبة للعودة إلى شواطئ البحر شيء إيجامي جدا الاستجمام والترفيع للمواطن شيء إيجامي لكن بشروط ونتأكد وأكد في عدة مناسبات وحتى نعطي معلومة المواطن يشعر بالأمان في شواطئ البحر نقول له أن مياه البحر والمحيطات خالية من كوفيد لا يستطيع العيش في مياه البحر كذلك بالنسبة لشواطئ البحر وهو اتحق خالي تماما من كوفيد بفعل أشعة الشمس القوية وكذلك بفعل التيارة الهوائية المتجددة إلى هنا الأمر يبشر بالخير حتى القوقعات والمحار الموجود في البحر والحيتان والأسماك خالية تماما من كوفيد وهذا حسب البحوث والمعاهد الكبرى العالمية الخاصة بدراسة البحار وشواطئ البحر والمحيطات لكن سلوكات المواطن في شواطئ البحر هي الكفيلة بنشر الكوفيد في شواطئ البحر من خلال عدم تباعد بين المصطفين أو التلامس أو التصافح إلى آخر يكون فيه خطر نضيك كذلك معلومة أخيريات لو سمحت بهذه المناسبة نقول أن الوسائل التي يمكنها من شواطئ البحر قد تكون فيها ناقلة الكوفيد يجب تحقيمها عند الصاحب لها وعندما استلامها وممكن أن تعقيمها بشكل بسيط جدا وهي أن مياه البحر نظرا للمروحة الشديدة تقضي على كوفيد نعم نعم دكتور ربما أيضا إذا كان في الأخير فقط تعطينا نصائح لأكثر وأكثر للسادة المشاهدين والمصطفين والليلناس تقصد المساجد وحتى ربما المقاهي لغر ذلك نصائح في الأخير تفضل دكتور أكيد والله يأكد عن نقاط مهمة جدا ربما أحملها ربما أكثر من نقاط لما تم تذكر في التعليمات الأخيرة لأن الحمد لله التعليمات موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفصل إلى التعليم بالتباعد المكاني والتنظيف إلى آخره أنا ننوه إلى نقطة المهمتين جدا أخي غياض أولا بالنسبة للمقاهي والفنادق وحتى المساجد وشواطئ البحر والمطاعم اللي سوف تعرف إقبال جماهيري معتبر نأكد على نقطة وهي المسؤولين على الفنادق والمسجد والمقهى فليحددوا من الأشخاص العاملين داخل المؤسسة هذه يعني بحيث أن نرقبهم هل هم مصابين بكوفيد إزناف هل عندهم شهادة تباعدة أنهم غير مصابين هل هم يعني ما هم جوش من بؤر بتاع كوفيد إزناف أو مصابين بكوفيد إزناف إذن سوف يكون هناك خلل كبير جدا إذ لم نرعي هذا الجانب لأن العاملين قد يكونوا هم ناقلون لكوفيد إزناف والندري إذن نصهر على مراقبة العاملين داخل هذه المؤسسات حتى لا يكون هو ناشر لكوفيد إزناف نعم كذلك نأكد على نقطة مهمة جدا وهي تعقيم المستمر والخاصة في المساجد بعد أن يكون الصلاة في المقاهي في الفنادق في المطاعم والتهوية المستمرة ونأكد على معلومة آخيرة وهي بالنسبة للمروحيات والمكيفات فهي خطر 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 كبير جدا على المواطن المقبلين إلى المقاهي والمطاعم والفنادق لأن الهوائي أو المكيف سوف يقوم بانتصاص رذاذ الشخص الموصب ويقوم بنشره أشخاص الذين يدخلون القاعة فلنحضر من هذه الأمور التي قد تكون سبب من تشار كوفيد إزناف فعلا دكتور محمد كويش الطبيب العام والباحث في الصحة العمومية نتمنى أيضا أنه معنا هنا سيحيى صاري إمام مسجد ورئيس أو عضو اللجنة الوزرية للفتو أكيد رح يخذ بعلا اعتبار هذه النصاح وراهي لبس الحمد لله الأمور أخذها باقي الاعتبار شيخنا أبرز النصاح تقدر تمدها اليوم للمصلين صلاة الظهر يعني ضكة جيل العاصر لغير ذلك عودنا رجعا للتدريجيل للمسجد الشواطئ المقاي الفنادق وحتى المنتزات نصيحة لإيمدها الشيخ نعم النصيحة هي نحن هذا الوباء هو مواجهته ومقاومته عمليات تكاملية يعني ليست محصورة على طرف دون آخر في الطبيب والإمام والإعلام عمليات تكاملية تضامنية كل فرد في المجتمع ينبغي أن يكون له يعني إرادة قوية على أنه هو كفرد مسؤول على مواجهة هذا الوباء والتخفيف من أعبائه ورفعه بإذن العز وجل باتخاذ الأسباب شعلا مواجهة يعني مسألة خاصة بمجموعة نظم ولا طبيب ينصح فقط ولا إيمام ولا إعلام هذه مسألة فردية تبدأ من الفرد نفسه لأنه يعلم المواطن يعرف لأن هذا الوباء إنما يدفع بإذن الله عز وجل وتخفف من أعبائه بشكل كبير بالأخذ بالتدابير الاحترازية فقط إلى أن يشأ الله عز وجل فيرفع في العاجل القارب بإذن الله عز وجل يعني هذا كل فرد كل فرد هو مسؤول عن نفسه وعن غيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد وهذه يعني فيها مبالغة في الفرار فالذي يفر من الأسد يفر فرارا شديدا فعلا لا ينوي على على ولا ينظر خلفها فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالابتعاد من المجذوم لهو نوع من الأمارات الجدام فر من المجذوم فرارك من الأسد كما في صحي البخاري هذه فيها مبالغة مبالغة في الفرار حتى لدرجة أنه كالأسد أمامه نقوله بالأم يحنا ربما تشوف بارك الله فيك ولكن ليس هناك فرار كما يفر من الأسد بالمعنى الذي هو في ظاهر الحديث إنما المبالغة في التباعد المبالغة في الأخذ بالإحترازات لخطورة الأمر نعم المبالغة في الحماية حماية النفس من الوقوع في المرض واليوم الحمد لله يعني المجتمعات العالم الجميعا خلال خمسة أشهر كان في دورات تدريبية دورات تدريبية فعلا نعم ليست سلبية من كل النواحي هي إيجابية ربما ظرة نافعة نعم هي إيجابية هي عودة إلى النمط الصحيح في التعامل مع النمط الصحيح في الاحتراز والوقاية هذا النمط الصحيح هذا النمط هذا يعني في كثير من وجوهه هو نمط حياتي يعني في غير الوباء ويعتمد على النظافة والنظافة من الإيمان بارك الله فيكم نحن خاصة أهل الإسلام لما جاهد الوباء ظهرت قيمة الإسلام في أن هذه الاحترازات يعرفها الطفل الصغير من المسلمين ويتربع لي هو صغير يعني ابتداء من غسل اليوم منظمة الصحة العالمية غسلوا الأيدي لغسل الأيدي نحن كما قال نبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال هي كنهر أمام بيتي أحدكم يغتسلوا منه كل يوم من خمسة مرات يبقى عليه من دارا يبقى عليه من أو ساخ عزك الله ولا يبقى عليه من لا يبقى عليه فشمباها بالنهر لو أمام البيت المسلم صحيح فهي بالإضافة إلى ذلك الزاد الروحي وإلى ذلك الصلة بالله سبحانه وتعالى كما تفضل دكتور الطبيب يعني هذا الوباء ليس مجرد غدا وليس مجرد نوزها وكذلك زاد روحي يمد المباطن بالقوة الروحية لأن القوة الروحية إذا ضعفت ما تنفعش مع المناعة المناعة الصحية صحيح الانهيار النفسي صحيح في المسجد هو ملاذ لهذا الزاد الروحي والتتبيت ونحو ذلك من عوامل المناعة الروحية نحن نتمنى نتمنى شيخنا شيخ يحيا صاري الإمام مسجد الأبرار ببزريعة وعضو لجنة الفتوى بالوزارة ترجمة نانسي قنقر